اجتمعت ما يزيد عن مئة امرأة في نشاط يحتفي بصحتهم والذي نظمته مجلتان أكهات عائلية وفاميلي فليفرز التي تعنيان بصحة الأسرة تحت شعار دعي عقلك وجسدك وروحك تزهر وتخلل الحدث الذي أقيم بالشراكة مع شركة لوكسيتان الراعي لفقرات الجمال والعناية بالبشرة حديث اختصاصينا من كلتا المجلتين عن أسس التغذية الذكية وفوائد الطب المكمل في مكافحة الشيخوخة كما ركز البرنامج على مواكبة آخر مستجدات العناية بالبشرة إضافة إلى اليوغا والاسترخاء وتطرق البرنامج لأسلوب التقاط صور السلفي الفكرة الرئيسية بهذا النشاط اليوم أن التغذية أو الصحة ليس قائمة على التغذية الصحيحة الصحة قائمة على نظام متكامل يتكون من عناصر مثل الحركة التفكير الإيجابي طبعا الطعام والجمال والاسترخاء والتنفس بطريقة صحيحة لما بنحكي عن التغذية الذكية نقصد فيها ثلاث اشياء نحكي عن الوقت عن الكمية والنوعية والتوازن لازم النسان يحافظ على توازن بأكله ونحن هذا لم نطمح له اليوم نصيحتنا للسيدات بأنه تهتم باستخدام المنتجات بسن مبكر جدا وخاصة المنتجات اللي فيها مركبات بتساعد على إنتاج وتحفيز الكوليجين والإلستين وخاصة كمان فوق هذا الترتيب حتى تضلها تحتفظ بشبوبيتها لأكبر وقت ممكن كانوا زمان يسموه الطب البديل وهذا المصطلح مش دقيق أبدا هو كومبليمنتري ماديسين أو هو طب مكمل فبيشتغل مع الطب التقليدي لحتى أنه يسندوا بعض فيه شغلات الطب التقليدي إحنا لازم نعترف أنه عم بيحملها مثل الاسترس وعوامله وفيه شغلات بيعجز الطب القديم أو اللي نسميه إحنا كومبليمنتري ماديسين أنه يعالجها أهمية اليوغا للإسترخاء لما يكون الجسم عم بأخذ كفايته لما يكون الدماغ عم بأخذ كفايته كل أعضاء الجسم بتسترخي وبتصير فعلا تشتغل بالنمط الصحيح